طيب كابتن محمود الخطيب في رحلته العلاجية في باريس كتب الصحف الكبير الأستاذ سليمان إناوي رئيس تحرير أخبار اليوم السابق كتب مقالته في الأخبار بعنوان محمود الخطيب وبيقول الأستاذ سليمان إناوي يسكن قلب كل أهلاوي وفي زمن ماضي جميل كان الكابتن محمود الخطيب يسكن أيضا قلوب معظم المصريين باستثناء من غلبه سواد قلبه وألقى السمع وهو شهيد في زمن السبعينيات كان مشجع الكرة أكثر تسامحا وأقل تعصبا كان الأهلوية تحترم وتقدر وتحب الكباتن العظام طه بصر وحسن شحاتة وفروغ عفر وكان الزمن الكوية تبادل الكباتن العظام محمود الخطيب عبد عزي عبد شافي ومصطفى عبده حبا بحب كيف لي أن أذكر مناقب بيبو وقد كان أخلاقا ولطفا وودا وأدبا يمشي على الأرض ليعمرها بأن يكون قدوة حسنة لأجيال حالية وسابقة من اللاعبين أذكر المباراة التي حصل فيها الخطيب على الإنذار الوحيد تول 17 عاما في الملاعب جاء خلال مباراة مصر وليبيريا عام 86 بتصفية كاس العالم التي انتهت بالتعادل واحد واحد لم يلعب بخشونة مع المنافس وكانت كل جريرته أنه وقف أمام حارس مرمى ليبيريا ليعطي الهجمة مرتدة على منتخبنا وبمجرد أن أشر الحكم الكرت الأصفر أحنا الخطيب رأسه احتراما للحكم كان من الطبيعي بعد هذا السلوك الراقي أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية للعب النظيف بيبو عضوا بها بعد أن خاض ربع 150 مباراة محلية ودولية بإنذار يتيم وإذا كان هناك إجماع على أن الدكتور أحمد زويل هو أيقونة العلم ودكتور مجد عقوب أيقونة الطب ونجيب محفوظ أيقونة الأدب فإن محمود الخطيب هو أيقونة كرة القدم عنه قال الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي الخطيب شاعر يكتب بقدمي وينظم بهمة مع الكرة أحلى الأبيات وأمتع الأداء وبيضيف سلمان إناوي ومع كل هذه الخصال الحميدة يمكنك أيضا الوثوق بنزاهة شخص مثل الخطيب ماليا خاصة إذا امتحن في المال وقت عصرته فحين اعتزل الخطيب اختير مديرا عاما للمنتخب الوطني عام 86 وطلب منه الكابتن سامير زاهر رئيس الاتحاد وقتها تقريرا عن التخطيط لتطوير المنتخب وسهر بمقر الاتحاد ليضعها ليعرف في اليوم التالي أن المسؤولين في الاتحاد يفاوضون الكابتن محمود الجهر لتولى تدريب المنتخب فأحس بالإهانة وقدم استقالته وأعاد مبلغ 86 ألف جنيه هي راتبه عن ستة شهور كان وقتها في أمس الحاجة إليها إذ لم تكن مرتبات اللاعبين في الثمانينات مليونية بل ألفية فكيف يتحدث البعض الآن عن ساعات ردت بالفعل وتبرعات أعيدت نعم الأنقياء أو زمم الأتقياء لا تشترى بما القرون ندعو الله بالشفاء للكابتن الخطيب وأن يسعده الله بقدر ما أسعد الملايين طيب ولماذا هذه الوقفة مع الكابتن محمود الخطيب لأنه الآن تحت يعني مش هو الرحمة العلاج ولكن تحت تصرفات الأطباء لعلاجه من ألام يعني سحقته سنين وهو تردد الحياة في عمل العملية دي وأخيرا اضطر أن يسدي شفاء الله وعفاء طيب أنا البس اللي بيحيارنا يا سيد إبراهيم هو الخطيب بدايء البعض في إيه هو لم عمره حتى في جلساته الخاصة قد أختلف مع الخطيب في قرار قد أتطفق معاه في قرار قد أختلف معاه في تقدير موقف تقدير موقف شخص أو رأيه في حد حد في المسئوليات أو بتاع وهي ديراء طبعا وهو دي طبيعة الأمور في الدنيا صحيح ولكن لا يمكن أن أختلف عليه أخلاقيا أو حتى قيمته الفنية قيمته الفنية دي أصلها أي واحد بيشوف حتى ما بيشوفش بيسمع حيعرف الخطيب يعني حجبه الفني وتأثيره على أفريقيا ولو كان الاحتراف موجودا في زمنه بهذا الشكل صحيح لا يعني شور عليه التاريخ طب الخطيب عمره ما أساء لحد عشان نقول قصو بيردوله الإساءة عمره ما شتم حد عمره مغتاب حد هل أنت عادت معه مرة وسمعته بيتكلم على الحد؟ إطلاقا إطلاقا ها؟ لا فهو يعني دي في طبيعته يعني مش بيفتعلها ما أنت أحيانا تتعب بتباني أنك أنت راجل صح؟ ودي حاجة كويسة على فكرة أنك تباني أنك راجل الصح؟ موقف تبقى كده وموقف تبقى كده بس أحيانا في أعداتك الخاصة يفلت للك اللي هو الطبع يغلب التطبع يعني ما بتشتمشي أمام العامة لكن في أعداتك الخاصة تشتم همري ما سمعته بيشتم وإحنا بنقعد من سنين معاه صحيح بتجمعنا الظروف صحيح طب الناس متضيئة في إيه؟ ليه؟ الترصد للخطيب وبعدين أصله إداري إيه؟ ولعيب إيه؟ يا جماعة سيبوا دي لجمعيتنا العمومية سيبوا دي لنا إحنا دا إحنا اللي عايزين نقول وإحنا اللي عارفين والجمعية العمومية شايفة الكابتل الخطيب بيعمل إيجوة النادي وغير الكابتل الخطيب هو الأعمال اللي بتحدث في النوادي دي مخفية ولا قدام الناس بتتعامل معها؟ صحيح بتتعامل معها كلام لن يقدم ولن يؤخر اللي على خلافات شخصية مع الكابتل الخطيب خلاص مسألة خصوه لكن أنا مش شاف لا سبب حتى حتى الخلافات لا ينبغي أن تتحول إلى إساءات بأي طريقة نحترم جميعا تاريخ بعض وأن في لحظة ما النادي الأهلي كان جميعنا كلنا فأنا نتذكر هذا ونحن في الخلاف يعني طيب يمكن لأن الأساس سليمان إنوي رجل كاتب سياسي أصلا ما هوش نقد رياضي فالتاريخين اللي التبسوا عليه في المقالة ودي لزوم التصحيح هو لما أختير الكابتل الخطيب بعد الاعتزال كان سنة 89 وما كانش الكابتل سامير زاهر ده كان بتكريف من الدكتور عبدالأحد جمال الدين كان وقتها رئيس المجلس أعلى الشباب الرياضة وجابه على رأس جهاز المنتخب اللي كان فيه كابتل محمود الجهري وكابتل طه بصري في مصر لكن المرة التانية بتاعة الكابتل سامير زاهر اللي كان معاها كابتل فورو جعفر دي كان فيه تصفيات كاس العالم بتاعة 98 في باريس دي اللي استقال فيها فاختلط الحدثان على الأساس سليمان لكن يبقى كل التقديم لكن يموجودين هو دكتر وقائع بش التواريخ بقى هي التواريخ فقط